وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1610 عنصرا إجراميا ومصر عنصرين شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة وضبط معهم 963 قطع السلاح ناري أبرزها أربع رشاش، 157 مندقية آلية، 104 مندقية خرطوش، 40 مسدسا، 655 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البعر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 242 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 385 قطع السلاح ناري بحوزة 3241 متهما أبرزها 2 رشاش و2 جيرينوف و514 مندقية و367 مندقية ألية و167 مسدسا و2753 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و485 خزينة إضافة لـ 5207 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط سمانية تشكيلات عصابية ضموا 27 متهما قاموا بارتكاب 30 حادث متنوع كما تم ضبط 471 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف غموض 353 حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 514 متهما كما تم إعادة 57 سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين ومائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وستة وثلاثين حكما قضائيا من بينها سمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة عشر حكم جنيا وستمائة واربعة وخمسون ألف وستمائة واربعة وعشرون حكم حبس جزئية ومائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون حكما مستأنفا ومليون وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة حكم غرامة وثلاثمائة وخمس ألف وثلاثمائة حكم مخالفة